أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في الحلقة الجديدة وهي الحلقة الثالثة عشر من برنامج إصنا نجاحك بنفسك وخلينا نتكلم يا إخواني الله فاضل عن موضوع مهم جدا وهو لا تتكبر وخلينا نحكي لك أحد العلماء شو بيقول إخواني الله فاضل أنه بداية كل حكمة تكمن في مدى إدراكني لجهلنا الحقيقي أو لقلة ما لدينا من علوم وخلينا نحكي لك أخي الفاضل أن أكثر الناس نجاحا على هذه الأرض اليوم هم دائما في تعلم مستمر وفي تطور لمعرفتهم لا يتكبرون على الجديد ولا على المعرفة الجديدة ولا على التصورات ولا على الإبداعات الجديدة دائما إخواني الله فاضل هم منفتحون دائما ينظرون للأمور بشكل أو بزاوية أخرى لا يرواها كما يرواها التقليديين أو الناس الجامدين إخواني الله فاضل أو المتصلبين دائما هم منفتحين على الغير ودائما بتقبلوا الأراء والانتقدات من غيرهم خلينا وضح لحضراتكم مثال بسيط خرجين الجامعة أو إحنا لما تخرجنا إخواني الله فاضل كنا يعني نحسب أنه إحنا خلاص اكتسبنا ما لدينا من علوم أصبحنا عارمين وعارفين وماهرين في المجالات أو التخصصات اللي إحنا درسنا وخلاص أنه إحنا أخذنا العلوم الكافية اللي بتأهلنا أنه إحنا نشتغل منجح في حياتنا إخواني الله فاضل وهذا طبعا يعني وقعنا في مفهوم القصور اللاوعي أو فخ الذكاء للأسف هو الشخص الذي لا يعرف أنه لا يعرف أو هو الشخص الذي لا يعلم أنه لا يعلم للأسف وبنسميه أيضا الشخص اللي هو منغلق على المعلومات الجديدة والتحديث بما وصل إليه العلم والعلوم الحديثة إخواني الله فاضل عشانك بنقول لك لا تقع في فخ الذكاء وتكون مثل الذي انغلق على المعلومات الجديدة أو بنقول لك أخي الفاضل أنه أذكى وأنجح الرجال على مسواء العالم لديهم قاصم مشترك هو أنهم كلما أصبحوا أكثر ذكاء أصبحوا أكثر تواضعا وبالتالي أكثر انفتاحا للأفكار والمعلومات والعلوم الجديدة عشانك بنقول لك لا تتكبر وخليك دايما يعني مستقبل للأفكار الجيدة والرائعة والتصورات اللي ممكن تضيف قيمة لك ولغيرك أخي الفاضل وخليني أختم مع حضراتكم تعريف أبو العريف من هو أبو العريف؟ هو الشخص الذي يتوقف عن التعلم والتطور خصوصا في مجاله أو في تخصص إخواني الله فاضل وهذا طبعا بتصير معك من غير قصد أو من غير وعي أنت كشخص لما بتخلص ماجسير أو باكالوريس خلاص بتقول أنه أنا حصلت على الوظيفة وبالتالي ماشي أموري وتمامه باخذراتي بخلصنا الموضوع لا أخي الفاضل ما خلصنا وما انتهينا من ظن أنه علم فقط جهل إذن أنت لازم أخي الفاضل تستمر في عملية اكتساب المعرفة والجديد من الأمور عشان ما تكون مثل أبو العريف بتمنى لكم طبعا يعني انفتاحا يعني رائيا علمات الجديدة والأفكار وما تهجر القراءة وما تهجر طبعا الدورات وما تهجر أخي الفاضل الكتب لأنه وهذه أخي الفاضل هي اللي بتخليك يعني إنسان أبديتد ودايما مع الجديد من المعلومات بتمنى تكون هذه الحلقة مفيدة ورائعة وقصيرة وأفادتتكم إن شاء الله وإذا انتفعت من هذه الحلقة بتمنى يعني طبعا ما تبخل علي بالإعجاب والدعم ونشارك في قناتي وتشارك هذه الحلقة لغيرك من الناس بتمنى لكم رمضان كريم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته